موسيقى رئيس كوريا الشمالية يأمر جيشه بالاستعداد لإطلاق النار عند الحاجة موسيقى قوة سوريا الديمقراطية تسيطر على سبعين في المئة من مدينة الرقة موسيقى وفي إيران رياضة كمال الأجسام ليست حكراً على الرجال موسيقى أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام أهلاً بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من استفزازات كوريا الشمالية اتسلم زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون تقريراً من جيش بلاده بشأن خططه لإطلاق الصواريخ صوب المنطقة القريبة من جوام وقال إنه سيراقب أفعال الولايات المتحدة لفترة أطول قبل أن يتخذ قراراً وأمر كيم أون الجيش بأن يكون مستعداً دوماً لإطلاق النار إذا ما اتخذ قراراً بالتحرك هذا واستدعت كوريا الشمالية مؤخراً عدداً من أبرز ممثليها الدبلوماسيين في الخارج لحضور اجتماع مشترك يعتقد أن له علاقة باستعدادات البلاد لإجراء مزيد من الاستفزازات العسكرية فهل تتجرى بيونج يانج على القيام بأمر قد يصعد الأمور بعد العقوبات الدولية الأخيرة؟ التفاصيل في التقرير التالي يبدو أن كوريا الشمالية تنوي أن تتحدى العالم مجدداً بمزيد من الاستفزازات كما تصفها جاراتها حيث نقلت صحيفة عن وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب قولها إن كوريا الشمالية تصدف اجتماعاً يبدو أنه يتعلق بكبار المسؤولين في بعثاتها الدبلوماسية الخارجية مشيرة إلى أنه لم يعرف العدد الكلي للسفراء الذين استدعتهم بيونج يانج لحضور هذا الاجتماع شائعات تقول بأن هذا الاجتماع الحالي قد تكون له علاقة باستعدادات البلاد للقيام باستفزازات عسكرية مثل إجراء تجارب نووية أو إجراء تجارب إطلاق صواريخ باليستية وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي احتدمت فيه الحرب الكلامية بين واشنطن وبيونج يانج وكذلك التهديدات بشأن حرب الأمر الذي أثار مخاوف الدول المجاورة مثل اليابان يشار إلى أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كان قد صرح بأن كوريا الشمالية تطور قدراتها على شن هجوم نووي على الولايات المتحدة بوتيرة وصفها بالمقلقة مستبعداً في الوقت ذاته حدوث مواجهة عسكرية وشيكة مع كوريا الشمالية وتأتي هذه التصريحات بعد أسبوع من تصاعد الحرب الكلامية بين واشنطن وبيونج يانج مع تواعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خصوصاً بإنزال جحيم من النار والغضب بنظام الزعيم الكوري الشمالي وهددت كوريا الشمالية من جهتها بإطلاق صواريخ على جزيرة جوام الأمريكية في المحيط الهادئ والتي لها أهمية استراتيجية عسكرية ويتمركز فيها نحو ستة ألاف جندي أمريكي من جانبه حذر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس كوريا الشمالية من إطلاق صاروخ على الولايات المتحدة لأن ذلك يؤدي إلى نشوب حرب وقال ماتس إن الولايات المتحدة ستعرف خط سير أي صاروخ تطلقه كوريا الشمالية في غضون لحظات وإذا تم تقدير أن هذا الصاروخ سيصيب جوام فسيتم تدميره على الفور قالت كوريا الجنوبية إن الوضع الأمني الحالي في شبه جزيرة الكورية يشكل تهديدا خطيرا وحقيقيا وملحا أكثر من أي وقت مضى في ظل تصاعد التهديدات بين النظام الكوري الشمالي وواشنطن مشيرة إلى أن التجارب الصاروخية لبيونج يانج تعاكر صف والسلام في المنطقة وحول العالم وقللت سول من احتمالية توجيه كوريا الشمالية لضربة على جزيرة جوام الأمريكية في المحيط الهادئ قال الدكتور سامي نادر أستاذ العلاقات الدولية في لقاء مع أخبار الآن قال إن المجتمع الدولي بات عاجزا حيال نووي كوريا الشمالية بشكل خاص والملفات النووية بشكل عام وتجلى ذلك في قضية الملف النووي الإيراني وإحالة المسئولية لدول خمسة زائد واحد لافتا إلى دور الصين المهم في ردع طموحات بيونج يانج النووية أعتقد أن المجتمع الدولي بي المسألة النووية بات شبه مشلول رأينا كيف كانت الأمور بالنسبة لملف النووي الإيراني حيث أفضت هذه المسئولية إلى مجموعة الدول الخمس زائد واحد إذن هناك قرارات بشأن السلاح النووي وأثمرت ولكن بعد مصار طويل ونحن أمام شيء مشابه بالنسبة لكوريا الشمالية هناك مصار أعتقد عاجلا أو آجلا سوف ندخل به وسوف تكون للصين الدور الأساسي في هذا المدمار ولكن الصين كما أشرنا في مقابلات سابقة مع القناة الآن الصين أمام أيضا مشكلة هي لا ترى بعين الرضا هذا النظام في كوريا الشمالية ولكنها أيضا تخشى حدوث حرب كورية جديدة كما حصل في ستينات القرن الماضي ولا تريد أبدا تقدم القوات العسكرية الأمريكية على حدودها الجنوبية إلى سوريا حيث سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على 70% من مدينة الرقة بعد اشتباكات مع أفراد تنظيم داعش بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ويأتي هذا التقدم لقوات غضب الفرات بعدما سيطرت مؤخرا على حياء المهدي والرافقة شرق المدينة الرقة بعد معارك عنيفة إلى حمص حيث توصلت لجنة التفاوض المخولة شمالي حمص إلى اتفاق مع قوات الروسية هيال دخول المنطقة إلى خفض التصعيد بما أصدرت اللجنة بيانا جددت فيه التزامها بثوابت الثورة السورية تفاصيل الاجتماع مشاهدين في التقرير التالي إحدى كبرى تناقضات الأزمة في سوريا اجتمعت هنا في هذه الخيمة المنصوبة قرب قرية الدار الكبيرة في ريف حمص وفد من أهالي ريف حمص الشمالي يلتقي بآخر يمثل القوات الروسية والهدف اليوم تمديد اتفاق وقفا للتصعيد في المنطقة كان قد أبرم مطلع الشهر الجاري وفق مصادر متقاطعة توافق الطرفان على بدء صياغة مشروع اتفاق جديد سيتم مناقشته مع الوفد الروسي في الجلسات القادمة يفضي إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بكامل الريف المحرر في بنود البيان تسهيل لدخول قوات الإغاثة الأممية من قبل الطرف الروسي وتأكيد على الإفراج عن جميع المعتقلين وهو البند الذي تعده المعارضة من أولويات بنود الاتفاق بحسب مواقع المعارضة السورية وعد الطرف الروسي خلال الاجتماع بإيقاف خروقات وقف إطلاق النار من قبل قوات النظام وتجديد الهدنة إذ من المقرر أن تعقد خلال الأيام القادمة اجتماعات أخرى لتقييم آلية سير الاتفاق وتم الإعلان عن الهدنة في رف حمص أوائل الشهر الجاري لتشمل المناطق من ديرفول حتى طلف شمال حمص متضمنا الحل والرستا وتلبيسا كما يتضمن نشر قوات روسية في معبرين وثلاث نقاط رصد على طول خط التماس مهمتهما الفصل بين قوات النظام وفصائل المعارضة وطرح الوفد الممثل للهيئة العامة فكرة دمج ملفات المناطق المحررة في سوريا في ملف تفاوضي واحد بداية بملف الغوطة الشرقية ودرعة وقد أبدى الوفد الروسي استعداده لذلك مع تأكيد بشدة على التمسك بالثوابت الثورية التي وضعتها الهيئة العامة يخرج الوفد الروسي من خيمة الاجتماع فيما تتوجه الأنظار إلى تنفيذ بنوده أحييكم من جديد في الشان العراقي قتلت جيش العراقي أبرز قادة تنظيم داعش في مطيبتشا قرب الحدود الفاصلة بين محافظتي ديالا وصلاح الدين وقتلت قوة أمنية مشتركة القيادي هيثم عبد الله الطرازي وأحد مرافقه بعملية نوعية جرت قرب حاوي العظيم شمالي مدينة بعقوبة ويعد الطرازي من أبرز قادة داعش في مطيبتشا وهو يمثل هدف مهم للقوات الأمنية ونجحت في قتله بعد رصد استخباراتي مميز حدد موقعه بدقة قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية محمد الخضري إن سلاح الجو العراقي بدأ معركة تحرير مدينة تلعفر من خلال تنفيذ ضربات جوية على تحصينات تنظيم داعش وضاف محمد الخضري أن القوات العراقية المشتركة تنتظر اكتمال الضربات الجوية على مواقع داعش لبدء الهجوم البري عثرت القوات الأمنية العراقية في مدينة الموصل على سرداب أسفل أشهر كنائس الموصل كان مقر لقيادة عمليات داعش ليس في الموصل لوحدها بل في معظم أنحاء المدينة مراسل أخبار الآن ويسام يوسف والتفاصيل قبل أن يتمكن أغلب قادة داعش الأجانب ومقاتليهم من الانتقال إلى تلعفر ومدن أخرى كانوا هنا يديرون ما يسمونه جيش دابق تحت كنيسة الساعة الواقعة وسط الموصل القديمة التي دخلناها سابقا دون أن ننزل إلى السرداب أسفلها بسبب تفخيخه من قبل داعش المعلومات التي لدينا تفيد بأن تنظيم داعش قد استغل سرداب كنيسة الساعة لإدارة عملياته العسكرية ليس في المدينة القديمة فقط بل في إدارة عملياته وتوجيه مقاتليه بجميع أنحاء الموصل شون اللي عفرت هنا في كنيسة الساعة خاصة في السرداب؟ حذرنا في الكنيسة على مركز تدريب ومركز قيادة للتنظيم داخل السرداب في الكنيسة ممكن نتجول ونشوف أنه تفاصيل هذا السرداب وشونه اللي يحوي؟ نعم ممكن لأن المنطقة مأمنة بالكامل وطهرة من كافة المشاكل والمعوقات يعني هم مقسم السرداب هنا مقسم؟ نعم إلى سراية عدة سراية نعم سراية لأناصر التنظيم لأنه هو مركز تدريب كان مركز تدريب كان فهم مقسمي على عائل سراية برد بيك مع سراية سراية بها رهوط الرهطة الثالث شوف هذا الرهطة الثالث سرية الرابعة الرهطة الثالث ما كان داعش سميه معسكر أبو سعد الأنصاري التابع لجيش دابق كان قادة عرب وأجانب ومقاتلهم بالتنظيم يديرونه من هنا أسفل هذه الكنيسة مستغلين امتنع القوات العراقية عن ضرب دور العبادة أثناء عمليات التحرير ربما هي عقوبة لأحدهم أو هكذا يظهر من الكتابة هذه الأسلاك تستعمل للتفخيخ هذه الأسلاك هذه الأسلاك التفخيخ موجودة هنا أيضا آثار لوجوده ربما كان يتواجد أيضا بعض النساء أو السبايا في هذا المكان من خلال هذه الآثار التي متروكة هنا وموجودة في هذا المكان أيضا هذا الشعارات أخرى هنا في هذا المعسكر أيضا عثرنا على آثار لما يسميهم داعش السبايا حيث الكثير من الملابس والمستلزمات النسائية إلى جانب آثار إشارات إلى بقاء مقاتلين عرب وأجانب في هذا المكان أبو آيات المغربي وأبو صدر الموصل وبعد تحريرها كنيسة الساعة أثرت أيضا على وثائق وأوراق خاصة بما يسمى معسكر سعد الأنصاري وتم تحويلها إلى الجهة الأمنية بهدف جمع المعلومات حول التنظيم بعد هزيمته في الموصل ولغرض الاستفادة منها في معركة تلعفر والمدن الأخرى التي ما زال يحتلها التنظيم شمال العراق وغربه بعيدا عن الشأن العربي ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانزلاق الطيني في عاصمة سيراليون فريتاون إلى 320 قسيلا نقلا على اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووقع الانزلاق الطيني في بلدة جبلية حيث غمرت المياه عشرات المنازل بعد ليلة من المطر الغزير أعلنت الأمم المتحدة قتل سبعة أشخاص بينهم خمسة من حراس بعثتها لحفظ السلام في ماني وإصابة ستة من القبعات الزرق في هجوم استهدف المقر العام للبعثة في مدينة تومبكتو التاريخية وقتل خلاله المهاجمون الستة إلى فرنسا حيث أعلنت الشرطة المحلية قتل طفلة وسقوط خمسة جرحة على الأقل في اقتحام سيارة لمطعم قرب باريس وقالت مصادر إن سيارة يقودها رجل اقتحمت مطعم فيتزا في منطقة لافريتي سولا جورا شرق العاصمة باريس وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على السائق قالت جيش الفلبيني إن معارك بين انفصاليين مدعومين من الحكومة ومتشددين موالين لتنظيم داعش أدت إلى قتل خمسة وعشرين شخصا في جنوب الفلبين وقال المتحدث باسم الجيش إن قواته قدمت دعما مدفعيا لجبهة مورو للتحرير وهي جماعة متمردة عقدت الحكومة فاق سلام معها في محاولة لكبح أفراد تنظيم داعش اقترب طائرة إيرانية من دون طيار من حاملة طائرات أمريكية كانت تجري عمليات في المياه الدولية في الخليج حتى أصبحت على بعد نحو ثلاثمائة متر منها وقال متحدث باسم القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية إن القائمين على تشغيل الطائرة لم يستجيبوا لنداءات الاتصال أحييكم من جديد تحاول المجالس البلدية في ليبيا في ظل الوضع الحالي معالجة بعض المشكلات العالقة خصوصا تلك التي سببها الانقسام الحاصل في البلاد الذي أثر سلبا على الأوضاع المعيشية للمواطنين منذ انشطار السلطتين التنفيذية والتشريعية في ليبيا قبل ثلاث سنوات تأبت المجالس البلدية وبعد انتخابها على مضعفة جهودها خدمة للمواطنين الواقعين داخل دائرة مسؤوليتها والتقديم خدمات مختلفة في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم وغيرها هذا الانقسام أجبر هذه المجالس كذلك على الاهتمام بأمور ليست من صميم اختصاصاتها رغم الظروف والعوائق التي تعاني منها الدولة طبعا مش مستقرة في الوقت الحالي فانطررنا أننا نخشوا ولجان أزمات أصبحنا نتبعوا في الوقود أصبحنا نتبعوا في الكهرباء في حلنا الكهرباء مسؤولية شركة الكهرباء نحاولوا كيف نساعدوهم في حل الإشكالات التي تعرضوا لها لمشاكل الأمنية فأصبح للبلدية دور مهم المواطن ما استشعرش الدور هذا لأنه يحلم وثقف التطلعات عنده وهذا من الحق المواطن أنه يتلقى خدمة صحيحة تكون المدينة نظيفة تكون الخدمات الصحية موجودة التعليم موجود تلك المشاكل التي تعاني منها البلديات تتمثل في نقل بعض الاختصاصات لها علاوة على عدم سماح القوانين واللوائح الحالية باستثمار المساحات والمباني الشاغرة الواقعة داخل نطاقها ورغب ذلك فإن بلديات طرابلس الكبرى على سبيل المثال وبالإمكانيات المتوفرة طموحة لإنجاز بعض الأعمال والمشاريع الصغرى التي تمكنها من تقديم خدمة للمواطنين البلديات كانت تتعامل معاملة مباشرة مع الجمهور للأسف الجمهور نسى حاجة اسمها حكومة نسى حاجة اسمها وزرات فنية أو تخصصية التاجئة للبلدية مثلا في التعليم في الصحة المجالسة البلدية كانت هي في المحق وكانت هي في المواجهة والمطلوب منها أنها تحل كافة المشاكل اجتهدت البلديات كل نحسب إمكانياتها كل نحسب الرقعة الجغرافية للبلدية نظام الحكم المحلي من خلال البلديات يعد حذيثا في ليبيا تفعيله يتطلب إرادة قوية من الدولة نظام انطبق كما يجب فسيزيح على وزارات الحكومة المختلفة أعباء كثيرة معتزل خريف لأخبار الآن طرابلس نتحول وإياكم مشاهدين إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار المنوعة والبداية من صحيفة الرأي الكويتية التي نقرأ منها صينية تقاضي الحكومة الأمريكية وتحصل على تعويض ضخمة حصلت امرأة صينية على مبلغ قدره 460 ألف دولار بعد رفعها دعوة قضائية ضد الحكومة الأمريكية لتعرضها للضرب بوحشية واعتقالها من قبل حرس الحدود خلال زيارة إلى شرلالات نياجارا واعتقد ضابط الجمارك عن طريق الخطأ أن السائحات الصينيات كنا ممن يشتبه بهم في تهريب المخدرات وأقاموا باحتجازهن على الفور والاعتداء عليهم اختنى لكم مشاهدين من صحيفة الشرق الأوسط الحكم بعشرين ساعة قراءة على ألماني بسبب مخالفة مرورية حكمت قضية ألمانية على شاب بقضاء عشرين ساعة في القراءة وجاء في قرار المحكمة الإدارية في مدينة ميونيخ الألمانية أن الشاب تلقى هذه العقوبة الغريبة لأنه قام للمرة الثانية بتثبيت لوحة الأرقام المعدنية على دراجته بطريقة تجعل من الصعب رصد أرقامها خلال سيرها واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية قوة أمنية أنثوية في الهند لمكافحة العنف ضد النساء تجوب شرطيات شوارع مدينة سياحية في الهند على مدن دراجات نارية مسلحات بعصي وأجهزة لاسلكية لإرساء الأمن والقانون في المدينة الذي تسجل فيها كل سنة أربعون ألف حالة اختصاب وتعرف المدينة بقصورها وقلاعها التي تجذب السياحة صحيفة الغد الأردنية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم فتاة مصرية تترك وظيفتها لتعانق الدلافين قررت فتاة مصرية ترك وظيفتها سكرتيرة في شرم الشيخ لتتحول إلى مدربة دلافين قرار الفتاة لم يرغل إسرتها التي عدت أن ما قامت به خطأ كبير خاصة بعد أن علموا أنها قامت بذلك لكي تتفرغ لدراسة سلوك الدلافين في روسيا لمدة ستة أشهر ختام مشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية وساعة بيكبين ستصمت لأربع سنوات يدق جرس ساعة بيكبين الشهيرة للمرة الأخيرة في الحادي والعشرين من شهر آب أغسطس الجاري في لندن ثم يصمت لمدة أربع سنوات لتجديد البرج الذي ترتفع عليه على ما أعلن البرلمان البريطانية نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا بعضلات مفتولة تقتحم الإيرانية شيرين بنوبهار عالم رياضة كمان الأجسام الذي يعد في بلادها حكرا على رجال لكنها تأمل أن تحقق شيئا للمرأة هناك مراسلتنا في طهران علامة سعودي التقت بها وعدت لنا التقرير التالي هذه القاعة لا تخلو من النشاط كما تبدو الآن بل هي محجوزة بالكامل لمرأة واحدة فحسب مختلفة عن نظيرتها وكأنها تسير عكس التيار فهي تحترف رياضة كمان الأجسام في هذا البلد الذي لا يحبذه مجتمعه للنساء لكن شيرين تواصل ممارستها لهذه الرياضة دون اكتراض في البداية لما هذه الرياضة بالتحديد يا شيرين لأني كنت أريد أن أثبت أن بإمكان النساء وعلى غرار الرجال المشاركة في النشاطات السقيلة واليوم أثبت أنني حققت هذا الهدف جرأة وكسر لأطر المألوف وشيء من التحدي مكنوا هذه المرأة من رفع أوزان تصل إلى 15 كيلوغراماً في كل يد لتصبح شيرين الأولى في إيران كمحترفة في رياضة القوى تعتبر شيرين الآن ضمن النساء الأوائل في إيران ممن أسسنا رياضة رفع الأثقال وإذا حصلت على الدعم الكافي يمكنها أن تتقدم كثيراً في هذا المجال لكن التصميم والعزم على مواصلة هذا الطريق الذي لا يبدو معبداً بالزهور لا يكفيان فحسب وهذا ما يجعلها تترقب التفاتة أو بعض اهتمام من المعنيين بهذه الرياضة لتمضي قدماً فيه رغم أننا قطعنا أشواطاً كبيرة في رياضة كمال الأجسام إلا أننا لم نصل إلى النتائج المرجوة وكانت لدينا خطوات أكثر ثباتاً في رياضة القوى لكننا لازلنا ننتظر من المعنيين في مجال الرياضة أن يمنحون مزيداً من الدعم إذن وبما أن باب الاحتراف يبدو مغلقاً بوجه شيرين فلما يترى تستمر بمواصلة هذه التمرين الشاقة لأني أمل الحصول على فرصة ما في المستقبل القريب كي أتمكن من تمثيل هذه الرياضة خارج إيران بشكل جيد هناك نساء أخريات في إيران ينتظرنا الحصول على فرصة المشاركة في مسابقات دولية مستقبلاً يبدو أن مفهوم الريقة والجمال التي ارتبط بأنوثة المرأة لا يعني نبهار كثيراً لأن إصرارها على إثبات ذاتها يدفعها لتحمل المشقة مرة حين ترفع أوزاناً ينوء بعض الرجال بحملها وأخرى حين تتحمل ثقل أنظار الآخرين إليها قد يترى لبعض الناس أن النساء لا يستطيعن القيام بهذه التمرين الصعبة لكن شيرين هنا كسرت القواعد وتحملت العواقب لأخبار الآن علامة سعودي طهران في أخبار نرياضية أحرز البرتغالي كريسيانو رونالدو هدف ريال مدريد الثاني في فوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين على حساب برشلونة في ذهاب السوفر الإسباني رفع النجم البرتغالي قميصه في وجه جماهير البرسة كما فعل ميسي حين رفع قميصه في وجه جماهير الريال في كلاسيكو إياب الدور الإسباني الموسم الماضي في سانتياغو برنابيو لكن ما علاقة مارسيلو بهذا الاحتفال؟ الإجابة في التقرير التالي تجاوزت المنافسة بين كريسيانو رونالدو وليونيل ميسي مراحل الأهداف والبطولات والجوائز والأرقام القياسية ووصلت إلى مرحلة الاحتفالات عندما سجل ميسي هدف الفوز في مرمى ريال مدريد بملعب سانتياغو برنابيو في الموسم الماضي احتفل بنزع قميصه ورفعه أمام الجماهير ولم تنسى جماهير الريال هذا الاحتفال الشهير ويبدو أن رونالدو أيضا لم ينسى ذلك انتظر الدون الفرصة المناسبة لينتقم وعندما سجل هدفه الرائع في مباراة السوبر الإسباني نزع قميصه واحتفل أمام جمهور كامب نو بذات الطريقة لكن مع إضافة العضلات إلى الاحتفال أربع دقائق بعدها يطرد رونالدو لكن المتألق ماركو أسينسيو تكفل بتأصيل الصدمة بهدف ثالث أنهى به النتيجة بثلاثة أهداف لهدف لتصبح مهمة الفريق الكاتلوني في الإياب شبه مستحيلة وإن كانت المستحيلات ما زالت قابلة للتحقق في كرة القدم هذا الاحتفال الشهير ربما يراه البعض تقليداً لميسي لكن عام 2014 وتحديداً في نهاي دور أبطال أوروبا شهدت مباراة ريال وأتلاتيكو مادريد هذه الواقعة حينما احتفل البرازيلي مارسيلو بهدفه في شباك أتلاتيكو بهذه الكيفية ليلهم من بعده بالاحتفال بهذه الطريقة وفي خبرنا الأخير خرج البرازيلي فليب كونتينو لاعب وسط ليفربول الإنجليزي من قائمة فريقه المبدئية التي ستخوض مباراة الملحق الأوروبي أمام هوفنهايم الألماني في بطولة دور أبطال أوروبا بعد أن قدم طلباً رسمياً لناديه للانتقال لصفوف برشلونة وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين عند الحاجة قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على 70% من مدينة الرقة وفي إيران رياضة كمال الأجسام ليست حكراً على الرجال بهذا إذن مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائماً لمزيد من الأخبار ممكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ممكنكم أيضاً متابعة بثنا المباشر بذات الموقع مشاهدين الكرام إذن أعود وألتقيكم بعد قل من نصف ساعة في مجزد الأنباء موسيقى 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 موسيقى